السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحياتي لكل الإخوة الشرفاء داخل الجزائر وخارجها تحياتي لكل الأحار في العالم بكل اللغات وبكل اللهجات حبيت نقوم بهذه المداخلة كتوضيح للفيديو اللي انشرته حول محمد بوظيافة ربي يرحمه شفت فيه بعض الشباب مع الأسف شديد ما يعرفوش هذا الأحداث وفيه من ربما تغلب عليه العاطفة وينساق وراء تعليقات انتع الناس اللي الهدف انتاحهم هو التشويش والهدف انتاحهم هو تحريف الوعي والهدف انتاحهم هو التضليل حتى باش الناس ما تعرفش الحقيقة كنت قمت بالتسجيل هذاك حول محمد بوظياف دون تحذير مسبق يعني قمت بها على المباشر في التسجيل هذاك بطبيعة الحال فقط هو انه حبيت باش نبين للإخوة للشباب التسجيل المقطع الأول هو عبارة عن مونتاج لأنه كان فيه الناس اللي ما يعرفوش المونتاج إذن أنا بيّنت من أنه هذاك المقطع الأول من التسجيل هو مونتاج ذرك في هذاك المقطع الأول كان هناك عملياً تاع دمج بعض المقاطع تاع فيديو ولا صور وصراحة أنا كنت عشت المرحلة كنت تاع قدوم محمد بوظياف والقضية تاع الإنقلاب والإلغاء تاع المسار الديمقراطي والانتخابي وكنت من ضحايا انتاع هذا النظام هذا ولازلت من ضحايا انتاع هذا النظام ونعرف بعض الأشياء مش اسمعت إليها النهار اللي تم الاغتيال تاع محمد بوظياف نعرفه جيداً ما زال مسطر وما زال محفور في الذاكرة التاعي مانيش حاب هو أنه أخطاء وقعت في عهدنا احنا هو أنه تتكرر عند هذا الشباب التسجيل هذاك اللي درته أنا حول الفيديو هذا قلت من أنه هذاك الفيديو اللي دره مفبرك أولاً أنا لما درت هذا التسجيل كنت شفت تسجيل انتاع الخطاب اللي لقاها محمد بوظياف وانشرت لكم الخطاب هذك اللي ألقاها محمد بوظياف واللي في تلك النابة في ذلك اليوم اللي أغتيله محمد بوظياف في عنابة في نهاية شهر جوان وحتى في هذا الفيديو هذا اللي انشرت لكم فيه الخطاب بتاع محمد بوظياف فيه هناك عملياً تعقص المهم في هذا الفيديو اللي يتعلق بالخطاب بتاع محمد بوظياف يظهر الشخص اللي كان معاه واحد يكون في نهاية الأربعينات هكذاك والله يكون في بداية الخمسينات يعني شاب جزائري هكذا والله نقوله كهل المهم هذاك الشخص هو ينتمي الحركة عن المجتمع المدني وكانوا ينشطوا في تلك المرحلة على جلبه يديروا حزب وهذاك الحزب كان رايح يحمل اسم انتاع التجمع الوطني هذا الشاب هذا والله هذا الكهل كان موجود على المنصة الآن في هذه الأيام راهو صار حديث راهو الآن بنو ناصر راهو ينشط لإعادة تنشيط هذا الحزب هذا انتاع التجمع الوطني اللي كان حبابه يديروا المهم في المقطع اللول انتاع التسجيل ذرك هم يدمجوا نسيبوا هذا كوسمه يقولوله أمين أمين بن عبد الرحمن والله عبد الرحمن والله المهم نسيب محمد بوظياف خول المرأة نتاعه الثانية مشي أم ناصر خول المرأة نتاعه الثانية هذي اللي يقولولها فتحها ذرك الدمج انتاع هذك المقطع هذك ما داروه شغل هكذاك يعني كما نقوله هكذاك عبثاً وإنما ناس داروه عمداً ذركوا شي قصدوا به لأنه ذركوا الشباب مع الأسف الشديد هذو اللي ذركوا ما راهم خلقوا في هذه نسمه العشريتين هذو ما يعرفوش ما يعرفوش هذه الأمور ذركوا هو لما يشوف مثلاً فيديو في اليوتيوب والله يشوف هو مثلاً هذا التسجيل فيك شما قناة فضائية رايحة مباشرة انترسخ في الذهن انتاعه هذه الصورة رايحة التفلاشة في الراس تاعه لذلك أنا حبيت باش ننبه الإخوة الشباب والشابات لهذه المسألة انه هذك الشخص اللي دايرينه في الفيديو هذا المركب والمفبرك ما هوش هو الشخص اللي كان موجود معاه وبطبيعة الحال هناك أسئلة الخطر في الفيديو هذك هما الناس اللي ما يعرفوش مثلاً عملياً تاع المونتاج ولا العملياً تاع التصوير بطبيعة الحال راح تنطلع لهم الحيلة ذرك الناس راح تطالب بمعرفة الحقيقة لما فيه بعض الإخوة هكذا اللي يحبوا مثلاً يطرقوا لهذا الموضوع يبدوا هما يطيروا عليهم كي الناس اللي هما تزعجهم الحقيقة أنا حبيت نتناول هذا الموضوع لأنهما ما تمش التناول انتاعه هذا القضية انتاع المونتاج والفبركان تاع الفيديو لم يتم التناول انتاعها من قبل حبيت على جل باش ننبه لبعض المسائل وبطبيعة الحال أنا عندي معلومات حول المقتل تاع محمد بوظياف ما رانيش يعني كيما يقوله هكذاك برك اتطرقت للمسألة هكذاك بالإضافة إلى أنه هذا النشاط اللي راني ننشط فيه في المصالحة الجزائرية كان بعض الشباب اللي ما على بالوش برك هكذاك يجيك يمشي يتبع في الموجهة وربما حتى يدخل فيه روحه وفي بعض الأمور ما على بالوش بها كان بعض الشباب قادر انتبعك قضائيا نحن رأى أنه لا قريبه عنه الاعتماد راه الواعد ينشط في إطار قانوني عنه اعتماد ومن بين الأشياء اللي راني ننظله منها هي كشف الحقيقة نحن لو كان جينا راني مثلا نحبين انتبعوا الناس ذرك هما رأى هم مرة على مرة متشوفوا فيهم يهدوا في الناس بالمتابعة لو كان احنا نديروا هذ المتابعة شوفوا محامين ونرفعوا قضاء هذ الناس اللي رأى هما متورطين في المسائل ونحرموا عليهم الدخول تاع أوروبا لكن احنا فقط راني حبينا نتناولوا هذ المسائل على جلب باش نساهموا في الوعي ماناش نحاوسوا احنا على تصفية الحسابات راني نساهموا في نشر الوعي وحتى يكتب التاريخ كتابة صحيحة يا صاحبي ذرك اذا كان هذا راهم هما يحرفوا في التاريخ حرفوا في مسائل اللي احنا ما زالنا حيين غدوا يجيوا ولادنا ويجيوا ولادنا رايحين يتم تضليل انتهم اذا كان راهو يتم تضليل الاحياء هذ الناس اللي راهم ذرك عايشين كيفاش هذا وضوك اللي راهم رايحين يجيوا في المستقبل اذا الاخوة هذا الفيديو للمقطع اللول انتاعه حبيت انا نأكد ونبين للاخوة والاخوات من انه هذا التسجيل مفبرك وتم المسج بعض المقاطع انتها الفيديو لانه كما قلت في التسجيل هذك كان فيها عامل انتاع وقت يعني بمعنى انه ضربة والله ارماو عليه بالرصاص في المنصة فيما بعد في المقطع هذك برك ايبان باللي راهم حاملينه في السرير بمعنى انه راهم مجدون لسيارة انتاع الاسعاف وكانوا مخرجينه وفي التصوير كانوا يصوروا من عدة زوايا ذرك لا شك شفت بعض التعليقات اكذا انتاع الاخوة لا يوجد انسان كما نقول له مع البلش انا من هبه ودب راني نفهم هذا الامور ونعرف المصلح انتاع البلاد ونعرف باللي قضية خطيرة ولكن ما لازمش الانسان يستحمر الناس ما لازمش الانسان يستبغلهم ذرك هما راهم مثلا صوروا صوروا كانوا مستعملين عدة كاميرات وهذا امر عادي راهم في التصوير العادي يعني ان انه انسان يكون يدير مثلا في حوار هو واحد راهم يستعملوا زوج كاميرات والله ثلاثة فما بالكم انتم خطاب انتا رئيس مجلس اعلى الدولة مستعملين هما عدة كاميرات وكانوا يصوروا من زوايا مختلفة لكن الفيديو هذا كراهم مدمج بمعنى انه داروا عمليا انتاع منتاج ولا هنال امر عادي ذرك لما يديروا هما مثلا عمليا منتاج قال مثلا تقرير والله قال مثلا ريبرتاج هما ينقلوا الخبر الاغتيال تاع محمد بوذياف عادي امر عادي لكن المسألة في التضليل المسألة في الفبركة هذه اللي انا حبيت انتحدث عليها الخطر كان فيها صحفيين قتلوا شكون اللي قتل اسماعيل يفصح شكون اللي طرح السؤال منكم علش قتلوا اسماعيل يفصح لماذا لماذا قتلوا المدير تاع تلفزيون هما قاعدين غار يلصقوا فيها برك في جماعة شكون اللي طرح منكم السؤال علش قتلوا المدير تاع تلفزيون وصحفيين اخرين قتلوا من التلفزيون شكون اللي طرحها منكم هذوك واحد من يحب يعرف الحقيقة انتاهم هذا الفيديو هذا لشك هو انه راهو ازعج بعض الناس لانه راهو يكشف حقائق خافية لها كثير من الناس اذا الشخص هذاك هو انسيب محمد بوظيف تم دمجه في العملية هذه تاعة المونتاج والفبراكان تاعة الفيديو الشخص اللي كان موجود معاه فالمنصة هو شخص ثاني كان ملتحي وبالشعر انتاعه وراني وضعت لكم الفيديو انتاعه والعملية اذا هذه انتاع المونتاج مدخلين فيها دمجين فيها بعض المقاطع اللي تبين باللي هما راه كانوا يصور يا سيد يا راه انا على بالي عندي يقين وعندي معلومات عندي يقين باللي راهم هما يمتلكوا تسجيلات اه كثيرة وموجودة راه عند الجهاز تاعة المخابرات عندهم راهم مصورين عملي انتاع القتل وعندهم كل شيء قاع راهم كانوا مصورينها مدام راهم ذرك في عملي انتاع اه انتاع اغتيال وراها كانت مدبرة لكن هما الناس هذو المدبيرين واللي مساهمين في الاغتيال تاعه ما يحبوش وما يخليوا تراس لذلك هما تلاعبوا في هذا المونتاج انتاع الفيديو وتلاعبوا في هذا الفبرك انتاع الفيديو لذلك انا نطلب من الاخوة والاخوات هو انه يطرحوا الاسئلة لماذا تم اغتيال اسماعيل يفصح والمدير تاع التلفزيون ولابد من بحث في هذا المسألة قريت بعض التعليقات اكذا انتاع بعض الشباب مع الاسف الشديد وحتى انهم اللي يديرون لهم اعجابات وعلقوا عليهم وبارك الله فيك ووراهم موفا فيها حتى حبا يعني تخيلوا لا هذا انسيب هذا انتاع بوذياف هذا امين هذا واحد كاتب اللي مش غير واحد يعني كثير من الشباب كتبو من انه هذك ريضا ملك هذك نسيب ونسيب محمد بوذياف خو لمران تاعو ايضا شفت وشفت مجموعة اخرين كتبين من انه هذك سليمان عميرات ما عندو حتى علاقة بالموضوع سليمان عميرات صح هو مات يوم وانه كانوا راحين يدفنوا محمد بوذياف ولكن موش هو اللي كان ثم موجود في المنصة راو الفيديو قلتلكم راه موجود ونزيد نعاود ننشر لكم الرابط نتاع الفيديو في التعليق نتاع الفيديو هذا نحاول وانه ننشر لكم في صفحة نتاع الفيسبوك الفيديو نتاع الخطاب تاع محمد بوذياف الاخير وتبعوه تشوفوا هذا الشخص هذا اللي كان موجود معاه ملتحي ودير الشعر موش إنسان أصلح وما كانش دير النظارات اللي كان دير النظارات قلتلكم باللي نسيبو هذا آمين هذا إذن الإخوة والأخوات ما لازمش تنطالع لكم هذا الحيل كان هناك الكثير من الأسئلة الدور حول هذا الموضوع لكن أنا حبيت أنت نقش هذا الموضوع بطريقة تقنية ما تحدثش أنا في أمور سياسية هكذا كثير من الأشياء اللي هي تتعلق بالسياسة علاش ما حضرش نظار ثم علاش ما حضرش واسمه غزالي اللي كان رئيس حكومة ثم وزير داخلية اللي كان وقل يعتقد العربي بالخير ثم كثير من الشخصيات اللي كان مفترض وأنه يكونوا حاضنين ثم ما حضروش وهذا المسألة هذه رأىه الصغير والكبير على باله بها بالقضية مضبرة قتلوه وغضروه حتى أنه عندي معلومات من أنه نهار اللي قتلوه كانت آخر كلمة قالها آه غضرتوني تسجيل انتها محمد بوظياف رأىه عند الجهاز عن مخابرات رأى موجود عنده إلا إذا كان ضمروه على الأجل باش يتخلصوا من بعض المساعد وسمعت أنا بعض الأشياء سمعتها بوذني ماشي قالوا لي والله سمعتها بوذني كنت حاضر مرة معا شخص ما نقولش على الاسم انتاعه ولا نقول على الرتب انتاعه وجاء ليه شخص في زيارة وكان يتحدثوا أمامي في الموضوع هذا انتعب محمد بوظياف كيفاش جابوا المبرك بو معرفي كيفا هو وصلوه المطر تاعبو فاريك قدامي وانا نسمع بالإضافة إلى أنه رهجتنا عدة اتصالات من طرف الناس اللي تصلوا بنا كان منهم اللي راهم موجود في الخارج وكان اللي راهم في الداخل أعطونا معلومات حول المقتل تاع محمد بوظياف من بينها هو أنه هذك الشخص اللي يعني كان مكلف بالأمن انتاعه راهم يعني ذكره الآن هو موجود في المزاق راهم دجال الآن يعني كان جاءت راهم فيه متابعات قضايا ودهم أعطوه الوينبوست راهم موجود في العاصمة دونه أنه نظل مدفي تفاصيل أخرى هذا الدليل من أنه العملية مفبركة والعملية مدبرة وكل شي إذن الإخوة والأخوات باش منا نطول شي إليكم هذا المسألة هذي منتاع الفيديو حبيت باش نعالج هذا المسألة من زاوية تقنية هذا ما كان درك الإخوة والأخوات اللي را عندهم مثل اللي منتاع المونتاج هذا ويعرفوا هذه المسائل والله را تبلهم أمر عادي الإخوة اللي ربما ما يفهموش هذه المسائل اللي انتاع المونتاج تنطالع لهم مثل هذه الحيل لأنه تمرير كما نقول الكاميرا من مكان لما كان ودمجهم خاصة لما يكون الإنسان محترف ما يتفق لهاش ذرك الإنسان اللي يكون يعرف العملية انتاع التصوير ويعرف العملية انتاع المونتاج يفهم هذه المسائل لكن الناس اللي ما يعرفوش هذه العملية انتاع المونتاج تنطالع لهم هذه الحيل لذلك أنا حبيت باش ننبه لهذه المسألة وانأكد باللي الشخص اللي كان موجود في المنصة مع محمد بوظياف ما هوش نسيبه ربما ربما الله اعلم نسيبه ربما جابوه في وقت واحد اخر ربما رام هزينوا لخطر لما تشوف انتا المنصة اللي كان موجود فيها محمد بوظياف رام موجود الفيديو فيها الورد وكانوا موجودين في مجموعة بينما المنصة هذيك مصورينها حتى اللي بلان لما يستعملوهم الجران بلان هذيك والبلان اللارج وكذا يستعملوهم بدقة ما هوش قال هكذا كبار كتاع انتاع واحد راه يلعب والله استعملوه عمليا انتاع المونتاج هذيك استعملوها لقصد التظليل ماش يلعب والله قصد انتاع تظليل ولعبوه مع العامل انتاع النفسي وحتى انه الان كثير من الناس الجزائريين والجزائريات لما ذوق مثلا تذكروا في هذيك اللقطة يقولك انا ما نحبش نشوفها ولا صار خذاها كمسلمة بينما هي ما هيش هكذاك لو الانسان انظرك يعود يرجع اليها ويشوف يمشي لسوري هذيك يمشيها كم يقولوا لحظة بلحظة ويتبع اليه بلون هذيك يفهم كيفاش عادروا المسجه ذاك وكيفستعملوا الكاميرا من زوايا مختلفة وكيفاش هما دمجوا هذيك المسألة هذيك هذيك مدموجة اذن الاخوة والاخوات ما لازمش تنجروا وراء التعليق كذاك كيني الناس راها المهمة نتحم التضليل مباشرة لما يشوفوا مثل تسجيل في معلومات او مثلا يشوفوا تسجيل في نشر تعواعي ولا كذا يجيوا هما ما نقشوش الافكار هذيك يجيوا يهاجموا الشخص ما ينقشوش الافكار يجيوا يهاجموا الشخص ويبدأوا يسبولو في والديه ويسبولو في العرض انتاعه ويسبولو في كذا القصد انتاعه مش هوه هو التنفير الناس خطر الله لما يذوق مثل يشوفوا الناس هما سب هذا كل اسمه واللي ويهربوا هو هذا ولا افتحهم هو تخويف الناس على جل باش الناس تمل وتكره وتروح وتخليلهم هو المجال هذا لهم وما يعبثوا بالتحريف انتاع الوعي لذلك واجب التنبيه لهذه المسألة ارجو هو اني وضحتكم هذه المسألة ان اصبتوا فمن الله وان اخطأتوا فمن نفسي ومن الشيطان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة